أعطي الكلمة الآن لمندوب لبنان السيد الرئيس نجتمع اليوم في مجلس الأمن وذلك بعد عشرة أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وها هو اليوم يتمدد نحو عاصمتنا بيروت في رسالة دموية واضحة وصريحة فالفاعل هو الحكومة الإسرائيلية ورئيسها والضحية هي قراركم بوقف إطلاق النار والهدف هو جر حلفاء إسرائيل إلى حرب إقليمية تكون نتائجها كارسية على الشعوب والدول وعلى الحاضر والمستقبل السيد الرئيس أكدنا سابقاً كما نؤكد اليوم عدم رغبة لبنان وشعب لبنان وحكومة لبنان بالحرب وبالتزام لبنان الكامل بالقرار ألف سبعمية واحد بكافة من درجاته كما قدمنا خارطة طريق ورؤيتنا للتوصل إلى حل يحفظ حكوك لبنان ويؤمن الاستقرار على طول حدوده الجنوبية في مبادرة جريئة من لبنان لوقف حلقة العنف وخلق مناخ للعيش الكريم لأبنائه لكن للأسف لم يتلقى لبنان أي جواب جدي على مقترحه مع تقديرنا لجهود الدول الصديقة التي تعمل على حل دبلوماسي يجنب المنطقة ويلات الحرب ولقد قرأنا دعوة المسؤولين الإسرائيليين إلى تطبيق القرار ألف سبعمية واحد والمفاركة هنا أن تطبيقه يعني انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها ووقف إسرائيل لخراقاتها للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا والتزامها بالحدود الدولية المرسمة سنة ألف وتسعمية وثلاثة وعشرين والمعترف بها دوليا والمؤكد عليها وفق اتفاقية الهدنة لعام التسعة وأربعين السيد الرئيس يدين لبنان بأشد العبارات العدوان الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت يوم أمس والذي نتج عنه استشهاد سبعة مواطنين بينهم سيدة وطفلين وجرح سمانية وسبعين شخصا يروا لبنان في هذا الاعتداء الفصل الأكثر خطورة في الصراع حيث يشكل تصعيدا خطيرا كونه قد طال منطقة سكنية شديدة الاكتزاز في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومصاك الأمم المتحدة وكنا قد حذرنا مرارا من نوايا إسرائيل بالتصعيد وشن هجمات على لبنان من شأنها أن تجر المنطقة بأكملها إلى حرب مفتوحة لا تحمد عقبها كما يدين لبنان كافة الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة وآخرها عملية الإختيال التي حصلت في العاصمة الإيرانية طهران بعد ساعات من الهجوم على ضاحية بيروت مما يؤكد نوايا إسرائيل العدوانية وعزمها على توسيع بقعة الصراع لتشمل الحرب المنطقة بكاملها كما ندين الجريمة المروعة التي وقعت اليوم والتي أودت بحياة مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي في نهج عودتنا عليه إسرائيل في استهدافها للصحافيين والذي لم يسلم منه أيضا الصحافيين اللبنانيين إذ استشهد سلاثة صحافيين اللبنانيين على يد إسرائيل منذ السامن من تشرين الأول السيد الرئيس نشاهد منذ عشرة أشهر أفضع الجرائم بحق المدنيين الأبرياء إن كان على أرض فلسطين أو على أرض لبنان وما الكرارات التي صدرت عن محكمة العدل الدولية إلا دليل إضافي على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إنهاء هذا الاحتلال ولا يظننا أحد أنه من الممكن العودة إلى الهدوء والاستقرار من دون حل جدي مبني على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة ولا يظننا أحد أن المواجهة سوف تتوقف مدام الاحتلال قائمة لذلك الشرط الأول والأساسي لأي مبادرة أو مسعى يجب أن يكون مبني على إنهاء الاحتلال في مزارع شبعة احتلال كفرشوبة واخراج بلدة الماري كما حل جميع النقاط التي تحفظ عليها لبنان على طول الخط الأزرق ناهيك عن وقف الانتهاكات على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا السيد الرئيس كل المساعي مشكورة وكل المحاولات للتهدئة مقدرة وكل الجهود مسمنة لكن الاستقرار يتطلب نوايا صادقة وإرادة وطنية ورجال ونساء دولة وما نراه من سلوكيات ونهج الحكومة الإسرائيلية التي أفشلت كل المحاولات التهدئة وكل الوسطات الدبلوماسية وكل المحاولات الدولية والتي لم تنفذ أي شيء من مضمون الكرارات التي صدرت عن مجلسكم الكريم وآخرها الكرار 2735 تسعى فقط لضمان استمرارية وإطالة العمر السياسي لنتانياه أما حادثة مجد الشمس التي أدانتها الحكومة اللبنانية في بيان واضح وأدانت قتل المدنيين والتي لم تتوضح بعد ظروف وملابسات حصولها ناهيك عن أنها حصلت على أرض سورية محتلة وأصابت أشكاء سوريين فسببها الأساسي يعود لوقوع هذه المنطقة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ سنة 67 وعدم تنفيذ إسرائيل لكافة الكرارات الدولية التي توجب عليها الانسحاب من هذه المنطقة كما ومن كافة الأراضي العربية المحتلة إن الدعاء إسرائيل بالسعي إلى حماية السكان الذين تحتلهم في الجولان السوري المحتل هو عرض لا أساس له من النفاق السياسي والدعائها بالدفاع عن النفس لا أساس له بموجب القانون الدولي لأنه يتعلق بأرض محتلة إن النواية الحقيقية لإسرائيل هي إطالة أمد الأعمال العدائية وتصعيدها ولسخرية الكدر قاتل عشرات الألاف من الأطفال في غزة وفي الضفة يبكي أطفال الجولان السوري المحتل ويستغل حادث غير واضح ليوسع دائرة عدوانه في مجازفة قد تقع وقد تضع منطقة الشرق الأوسط على فوهد بركان فحزاري من تغطيته ودعمه وتبرير مجازره فالتاريخ لن يرحم والحاضر مرير والمستقبل مظلم وما سوف يبدأ في الشرق الأوسط سوف يمتد إلى العالم كله السيد الرئيس لبنان يؤمن بالشرعية الدولية وككل الدول الصغيرة يبقى مصاك الأمم المتحدة المظلة القانونية والأخلاقية التي يلجأ إليها ويحتمي بها لكن في ظل العجز المتكرر لمجلسكم عن تنفيذ قراراته بحق إسرائيل والتي ترفض الامتسال لها تزعزع إيماننا وأصبحنا أكثر يكيناً أن الشرعية الدولية لم تعد كافية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين من هنا وجوب أن يقوم المجلس بتعديل مقاربته وحسم أمره قبل فوات الأوان وشكراً السيد الرئيس أشكر منذوب لبنان الموقر على هذا البيان ترجمة نانسي قنقر